فيلمنا بيبدأ مع الناس العامة وهما بيبدوا رأيهم بخصوص الجزيرة الانتهائية وفي ناس منهم بيعتبروا مكان ممكن يتخلصوا فيه من النفايات وبيكون قصدهم بالنفايات هو المجرمين اللي ارتكبوا جرائم بشعة وتحكم عليهم بحكم معين وبيتساء الناس هما لها يدفعوا ضرائب عشان يساعدوا بهم المجرمين والقاتلين بدل ما يتعدموا بحبل المشنقة وعشان نفهم القصة بنسمع عن الماضي من 3 سنين لما كانت عقوبة الاعدام غير مصرحة بها بشكل دستوري والحكومة الامريكية هي اللي اعلنت عندها وبعد 18 شهر عمل سكان ولاية كاليفورنيا تصويت لنظام بيدعم المجرمين المحكم عليهم بالسجن المؤبد والنظام ده هو المعروف بالجزيرة الانتهائية وهناك بيعيش المساجين بشكل حر في مكان منعزل خاص بيهم وبيكونوا كلهم مشتركين في حاجة واحدة وهي انهم عملوا جريمة قتل من الدرجة الاولى وبتبقى وسيلة تواصل المساجين مع العالم الخارجي هي لما الشرطة بتجيب مجرم جديد للجزيرة او لما بتجيب تموين زي اكل وشرب وملابس للمساجين وما بيكونش في الجزيرة حراس امن ولا مباني العزل المساجين عن بعض ولا حتى قوانين تحكم ما بينهم ومع ذلك بيبقى مستحيل انهم يقدروا يهربوا من الجزيرة لان فيه هناك سفينة بطوف على مدار 24 ساعة حوالين المدار اللي بيمشي فيه مركب بيوصل التموين للمساجين في حين ان بقى الاماكن حوالين الجزيرة في البحر مثل غمب قنابل هتنفجر لو حد عام او طوف بمركب عليهم وبيكون مفيش اي خيار للمساجين غير انهم يعيشوا حياتهم على الجزيرة او الموت لو حاولوا يهربوا منها وبيشوف مجموعهم من المزعين قائمة عليها اسماء المساجين بالجرامل اللي ارتكبوها واللي منهم واحدة اسمها كارمن محكم عليها بالاعدام وهتعيش حياتها على الجزيرة ولما بتوصل كارمن للجزيرة بتشوف جسس كتير على شاطئ الجزيرة وهناك بتقابل ميلفورد اللي كان دكتور قبل ما ينتهي للجزيرة وبيحكي لها ميلفورد عن تاريخ الجزيرة وعن المساجين اللي عايشين عليها وبيقولها ان كلهم قاتلين مع ده هو وفي تاني يوم بتطلع كارمن لتل وبتشوف قرية صغيرة ولما بتروح للقرية بتقابل مونكة وبوبي وباقي المساجين وبيعتدي مونكة عليها قدام المساجين كنوع من الترحيب بها في الجزيرة وبتعاية كارمن وبتطلب ان حد يساعدها لكن محدش بيتحرك وبيفضلوا يتفرجوا عليها وبتقابل كارمن التلات بنات الواحدين على الجزيرة وبيقولولها انهم ملك لكل راجل على الجزيرة وان كارمن هتكون زيهم وبيقولولها ان بوبي ومونكة هم اللي بيديروا المساجين على الجزيرة وما بتصدقش كارمن كلام البنات وبتقول لها انها هتقدر تغرب من القرية وفي تاني يوم لما بتشتغل البنات في الحق بتسأل كارمن البنات هل في حد قدر يتصدى لبوبي والمونكة قبل كده ولا لا وبتعرف كارمن ان اللي حاولوا يوقف قصادهم قبل كده ماتوا وبيتخانق واحد اسمه تشنو مع اثنين من المساجين بسبب انهم حاولوا يعرضوا مية للشرب على واحدة من البنات وبيتدخل مونكة وبيوقف الخناقة وبيقول بوبي ان البنات مش هيعملوا شغل الحقل بعد كده وانهم هيبتدوا يشتغلوا في بناء مخزن ابتداء من النهاردة ولما بتشتغل البنات بتتجرح كارمن في ايدها وبيعالج لها ميلفورد جروحة بما انه كان دكتور وبتبقى كارمن متضايقة منه لانه ما حذرهاش من اللي وراء التل وبيبقى قصدها على قرية بوبي ومونك وبيقولها ميلفورد انه عملها جميل لانها كانت هتموت لو ما كانتش قبل تبايا المساجين وبيشوفهم مونكة وبيزعها لكارمن عشان ترجع تشوف شغلها وبالليل بيروح مونك لقط البنات وبيقولهم انهم هيشتغلوا بالليل كمان وبيقولهم على اسماء الرجالة اللي كل واحد منهم هتكون مع الليلة لوحدهم وبنعرف ان كل واحدة مش هتكون مع راجل واحد بس وبتكون واحدة من البنات اسمها باني محجوزة لبوبي وفي تاني يوم لما البنات بيخسلوا الهدوم الوسخة في البحر تحت رقابة المساجين بيحذرهم واحد منهم اسمه ديلين انهم يخلصوا الغسيل بسرعة لان في مجموعة من الرجال عايزين يخطفوهم وبيقول ديلين ان المجموعة دي اضطردوا من القرية عن طريق بوبي وانه اصدر قرار بقتلهم لما حد يشوفهم وبتستغرب البنات ليه باني ما بتتكلمش نهائيا وما فيش حد عارف السبب وفجأة بتظهر المجموعة اللي حذر ديلين البنات منهم وبيقتلوا المجموعة الاتنين اللي بيحرصوا البنات وبيهربوا وبيكون ديلين واحد من المجموعة ولكنه كان جسوس في قرية بوبي ومونك وبتقعد البنات مع المجموعة وهم مخيمين حوالين النار وبيشوفوا لحمة وواحد من المجموعة اسمه كالبس بيكون هو قائدهم وبالليل بيتخانق ديلين مع واحد من المجموعة لانه كان بيهزر مع واحدة من البنات اسمها جوي وبعدها بيحاول ديلين انه يختص بجوي وبتسمع المجموعة صوت صراخ جوي وبينقذوها وفي تاني يوم بتستعد المجموعة الرحلة وبتعترض كارمن لانهم هيسيبوا البنات وهيمشوا من غيرهم وبيقول لها واحد اسمه إي جي انهم هيتقابلوا مرة تانية وبتتفرق المجموعة عن بعض وبيتحركوا في اتجاهات مختلفة وبتكون كارمن مع إي جي وبتديله سكنة بتاعتها وبتسألوا ليه مجموعته واخدوا البنات من بوبي وبيقول لها انه ما بيحبش استطاد سمك لوحده وبيبقى قصده النموع جبية ولما بتستحمها جوي في بحيرة بيشوفها ديلين وبتروح جوي معاه لما كان فيه عش دبابير وبتخلي الدبابير تجري ورا ديلين لحد ما بينزل في المياه عشان يحمي نفسه وبيشوفوا باقي المجموعة وبيتحكوا عليه وفجأة بيزهر مونك مع مجموعته وبيهاجموا مجموعة كالبس وبتحصل بينهم واجهة عنيفة وبيحاول شوية من مجموعة كالبس انهم يهربوا وبينصبوا في خاخ لأي حد من رجالة مونك بيطردهم وبيقع واحد من رجالة بوبي في الفخ وبيموت وبيشوف مونك اللي حصل وبيحكي لبوبي وبيقوله على الناس اللي ماتوا وبيقوله بوبي انهم لازم يقتلوا مجموعة كالبس وبالليل بتحاول كارمن واثنين من مجموعة كالبس انهم ينقصوا حياة واحد منهم اسمه كيكي اتصاب اصابة جديدة ومع الوقت بيموت بسبب النزيف وفي تاني يوم بتخطط المجموعة لطريقة يتخلصوا بيها من مجموعة بوبي فبيصنعوا قنابل عشان يستخدموها في خطتهم وبيدفنوا جسد كيكي وبيصنع بوبي ورجالته جهاز راديو وبيعرفوا ان فيه سفينة جاهة للجزيرة وبتشتغل مجموعة كالبس على صنع القنابل وبيستخدموا مواد طبيعية في عملية التحضير ولما بيكونوا مجغولين بيظهر واحد من رجالة بوبي اسمه تيل وبيهاجم باتي وهي الوحدها وبتخسل جسمها تحت الشلال وبيقبض مونك عليها بعد لما بينقذها من تيل وبيكون تيل لوحده وبيشوف واحد من مجموعة كالبس وبيتخلقوا مع بعض وبيموت تيل بعد لما بيتطاين في ظهره وبيقرر بوبي ومونك انهم يستخدموا بني كطعم عشان يحصلوا على التموين من المركب في تاني يوم وبيتحاول كارمن وواحدة من البنات انهم ينقذوا بني وبيتفرجوا عليها مربوطة وبتتجلد من بوبي قعقاب وفي تاني يوم بيكون المركب في طريقه للجزيرة وبيشوف بوبي المركب وبيستخبه بسرعة مع مجموعته وبيكون المركب عليه تلات زباط ولي بيستعده عشان ينقله التموين على العوامة وما بيبقوش عارفين ان فيه واحد من رجال بوبي بيعوم وفي طريقه للمركب وبيهاجم الرجل الزابط اللي على المركب وبيقتله وبيستخدم سلاح الزابط وبيقتل بيل اتنين التنهين وبتاخد مجموعة بوبي الأسلحة من جسس الزباط وبيقتل بوبي واحد من مساعديه بعد لما تعرض للتهديد وبتوصل مجموعة كلبس للشاطئ وبيحاول ياخدوا التموين لنفسهم وبتخرج بني من مخبأها وبتروح لمجموعة كلبس وبتتكلم لأول مرة وبتقول انها عايزة ترجع لبيتها وبتخيم المجموعة مع بعض وبيقولهم بيلفورد انه اتهم بالقتل بسبب فشله في علاج مريض عنده في المستشفى لما كان بيعمل عملية في المخ وبيقولوا انه مش عايز يخرج من الجزيرة لان الحياة برأسة بكتير وفي تاني يوم بتستعد مجموعة كلبس للهجوم على بوبي ورجالته وبيوصلوا لقرية بوبي ولكن بوبي ما بيكونش موجود وبتفترق مجموعة كلبس عشان يجهزوا للهجوم بتاعهم وبتروح جوي مع باني وديلن لموقعهم وبتقول جوي الباني انها لما تشاور لباني بالقماش الحمرة لازم باني تولع في القنابل وترميها على الهدف بتاعهم وبتبدأ المجموعة في قتل رجالة بوبي وبتنضمنهم جوه في القتال مع واحد من المجموعة اسم كارنل ولكنهم بيتحصروا من اربعة من رجالة بوبي واللي بيقتلوا كارنل وبيقتل بوبي ناس كتير من مجموعة كلبس واللي بيستخبوا في الاشجار وبيفكروا في طريق القتل بوبي وبتسألهم واحدة منهم اسمها لي عن عدد القنابل اللي لسه معهم وبتاخد قنبلة منهم وبتجري بيها عشان تفجر خيمة من خيم بوبي ولكن قبل ما تقدر انها ترجع لمجموعتها بيقتلها بوبي وبتشاور جوه الباني بالقماش الحمرة عشان تحدف القنابل لكن باني بتكون مصدومة وما بتتحركش من مكانها اوتام الحاجة فبيحاول ديلان انه يروح لها عشان يساعدها ولكنه بيصاب بطلقة في طريق ليها وبتجري باني لديلان ولكن هي كمان بتتصاب بطلقة في دراعة وبتقع على الارض وبيتحرك ميلفورد عشان ينقص بني وهو بيجري من الاشجار وبيتفضى طلقة بوبي وبيوصل ميلفورد للقنبلة واللي بتكون عبارة عن برميل في مادة قابلة للاشتعال وبينزل السائل للمكان اللي بوبي فيه وبيولع ميلفورد في السائل وبيتفجر المكان اللي بوبي فيه وبيجري بوبي وجسمه بيولع وبتروح جوي مع باقي المجموعة للقرية وبيشوفه مونك اللي قانيت حرقه وهو بيسرخ وبينده على بوبي وبيعد شهر وبيكون واحد من مجموعة كلبس بيحلب معزة وبيدي اللبن لجوي اللي بقيت حامل وبيكون مونك شغال مقاهم وبيشيل براميل المياه رغم انه قاعمة وبتوصل باني مع ميلفورد للشاطئ هناك وبتطلب منهم الشرطة انهم يسلموا ميلفورد عشان اصدرت المحكمة قرار بقاءات الحكم عليه ولكن ميلفورد ما بيزرش نفسه وبيخلي الشرطة تفتكروا ماد وبيقول لباني انه مش عايز يخرج من الجزيرة لانها بقت بيته وبيتجيب الشرطة مجرمة جديدة للشاطئ وبيقابلها ميلفورد مع باني وبيترفعها